بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثامنة عشر بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبركاته على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج السائل يقول حفظكم الله هل يعتبر تفسير الأحلام من العلوم أي أنه علم وهل ينبغي على المسلم السعي في تفسير أحلامه التي يراها أو أنه لا يجب عليه الاشتغال بذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه مجمعين الأحلام على ثلاثة أقسام قسم الأول أضغاث وأحلام أو أن يكون الإنسان يهتم بشيء ويفكر فيه فإذا نام جاء على باله ورأى أشياء مما كان يحدث نفسه بها في إيقظتي وهذا أضغاث وأحلام لا يلتفت إليه القسم الثاني أحلام من الشيطان إذا لم يذكر الله عند النوم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسور الثلاث الإخلاص والمعوذتين في كفه ينفث في كفه ثم يمسح بهما على ما أقبل من جسده إذا قرأ الإنسان آية الكرسي عند النوم لا يقربه شيطان حتى يصبح يسلم من الشيطان ومن المزعجات في نومه فإذا لم يقرأ الآية الكرسي ولم يقرأ عند النوم سور الثلاث تسلط عليه الشيطان في نومه ويأتيه بأشياء تزعجه من الأحلام وهذا لا يلتفت إليه ولا يضره وإنما يكدر عليه في نومه وفي حياته القسم الثالثة الرؤية الصحيحة التي تجري على يد الملك وهذه رؤية حق فإذا رأى ما يسره فإنه يطلب تفسيره ويخبر به من يحب إذا رأى ما يسره إذا رأى شيئا يكرهه فإنه يكتمه يعالجه بثلاثة أشياء كما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أنه يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر والشيء الثاني أنه ينفث عن يساره ثلاث مرات الثالث أنه يستعيد من الشيطان ولا تضره ولا يحدث بها أحدا وهذا الشيء الرابع لا يحدث بها أحدا ولا تضره يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر ينفث عن يساره ثلاث مرات استعيد بالله من الشيطان ثلاث مرات لا يحدث بها أحدا ولا يطلب تفسيرها ولا تضره بإذن الله يقول هل ينبغي على المسلم السعي في تفسير أحلامه التي يراها مثل ما ذكرنا إن كانت سارة يسأل عنها من يثق به وإن كانت غير سارة يتركها ولا يفسرها ولا يأولها أحسن الله إليكم بعض المفسرين حداهم الله يخطئون ويصيبون مما يسبب إزعاج للأسر أو تفكر في بعض الأسر كما ذكرنا لا يذهب إلى اللي يعبرون الرؤية فيشوشون عليه إن كانت سارة يذهب إلى أهل العلم المعروفين بتفسير الرؤية والموثوقين وإن كانت غارة يتركها يعني لا تسره يتركها ويكتمها ولا تضر أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الصالح هذه أحد الأخوات تقول ما هو علاج الهم والحزن والضيق والكرب علاجه بذكر الله عز وجل يكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن الورد في الصباح والمساء وأهم من ذلك كلها المحافظة على الصلاة المحافظة على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء يلجأ إلى الصلاة إذا أهمه شيء يفزع إلى الصلاة فريضة أو نافلة يلجأ إلى الصلاة وبها يستريح بإذن الله أحسن الله إليكم هذا السائل يقول والدتي كان عندها طفل صغير وعندما نامت وقامت الصباح وجدته ميت فهل عليها شيء وكان مريض إذا كانت متسببة في وفاته بأن غطته بشيء خنق نفسه على وجهه أو أنها انقلبت عليه أو أنها أعطته شيئا قتله يعني تسببت في قتله حتى ولو كانت تريد علاجه إذا أعطته شيئا قتله بدون إذن الطبيب والرجوع إلى الطبيب إنها تكون متسببة في قتله يكون هذا من قتل الخطأ بالتسبب ويكون عليها الكفارة سيام شهرين متتابعين أبو معاذ من الدمام يسأل يقول والدتي توفيت معي في حادث سيارة بين الرياض والدمام فهل يلزمني شيء في هذه الحالة؟ هذا راجع إلى أسباب الحالة إذا كان الحالة ترتب عن تفريط من السائق فإن عليه الكفارة وعليه الدياة أيضا إذا طلبت منه عليه الكفارة سيام شهرين متتابعين وعليه دية الخطأ إذا طلبت منه أما إذا كان الحالة لم ينتج عن التفريط ولا عن تسبب وإنما هو مجرد قلاء وقدر فليس عليه شيء الحمد لله حسن الله إليكم نعم هذا أحد الأخوة يقول كيف يكون أو تكون مراجعة الزوجة بعد الطلقة الأولى علما بأنها في بلد آخر راجعها بالكلام نقول راجعت زوجتي أرجعتها استرجعتها وما مش به ذلك ويشهد على ذلك لاحتياطا يشهد على ذلك شاهدين استشهدوا شاهدين من رجالكم نعم يقول سؤاله الآخر يقول مسحت على الجوارب ثم سافرت هل مدة المسح للمقيم أم للمسافر تعتبر؟ العبرة ببداية المسح إذا كان مسح عليها في الحضر بدأ المسح عليها في الحضر فإنه يكمل مسح مقيم ما إن كان لبسها على الطهارة وسافر ثم مسح عليها أول مسح في السفر فإنه يمسح مسح مسح سافر سؤاله الآخر يقول هل لبس القفازات في الصلاة بالنسبة للرجال جائز؟ إن كان يحتاجوا إليها فلابع سبيبان جائز في الصلاة وغير الصلاة أحسن الله ليكم الشيخ صالح انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول هل صلاة الجمعة في السفر هل تصلى ظهرا؟ ليس على المساحر جمعة لكن لو حضرها مع المقيمين صلاها في الجامع مع المقيمين فإنها تجزيحن الظهر وإلا فالواجب عليه صلاة ظهر ركحتين والعصر لا تجمع مع صلاة الجمعة لا يجوز هذا لأنها ليست من جنسها ولأن هذا لم يرد عن السالة الصالح أنهم جمعوا بين الظهر والعصر أحسن الله ليكم هذا السائل يقول أعلم أدل تدل على زيادة الإيمان مثل قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وقول الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فأريد من فضيلتكم دليل على نقصان الإيمان الذي يزيد ينقص بلا شك وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إما تتلالى عن الطريق فجعل للإيمان أعلى وأدنى قوله أدناها يدل على أنه ينقص حتى يكون أدنى شيء وأيضا في حديث الشفاعة يوم القيامة أن الله يقول أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مفقال حبة من خردل من إيمان هذا يدل على أن الإيمان ينقص بوزن حبة الخردل وفي قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هذا الدليل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب للكفر أحسن الله إليكم السائل حفظكم الله يقول شخص نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فكبر سنه وعجز عن الصيام فماذا يفعل؟ إذا عجز عن الصيام فإن الله لا يؤخذ إن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أحسن الله إليكم السائل يقول نودي للصلاة صلاة الظهر وأنا في داخل مكة ثم سافرت قبل أن أصلي وأثناء الطريق مريت بأحد المساجد وقصرت وجمعت الظهر والعصر هل عملي صحيح؟ إذا كنت من أهل مكة وسافرت بعد ما أذن فليس لك الجمع ولا القصر لأنه أدركك الوقت وأنت لم تسافر فيلزمك الوقت تاما صلي الظهر أربعا أما إذا لم تكن من أهل مكة وإنما أنت مار بها أو معتمر أو هاج ثم سافرت فأنت مواصل للسفر تقصر وتجمع أبو عبد الله من الرياض يقول ما هي كفارة اليمين وما طريقة الإطعام وهل هي على الترتيب أم على التخير؟ كفارة اليمين عطق رقفة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوتهم لكل مسكين ثوب يجيه في صلاته أو إذا لم يقدر فإنه يصوم ثلاثة أيام أرى الله جل وعلا كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تقول إنني أشاهد بعض النساء في الأسواق وهنا في وضع متبرج فنرجو من فضيلتكم التوجيه لهنا يجب عليك أنت أولا أن تبيني لهنا وتنصحيهنا عن هذا التبرج عذا التزين الله جل وعلا قال لمساء نبيه وهنا القدوة لمساء الأمة وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والتبرج هو إظهار الزينة زينة البدن وزينة الثياب والتعطر وغير ذلك هذا من التبرج لأنه يسبب الفتنة ويحدث الفتنة بين النساء والرجال فالواجب على من من الأخوات ناصحات إذا رأت من أخواتها شيئا من التقصير في هذا أن تنصحها عن ذلك وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكة وعلى نساء المؤمنين صوصا الشابات أن يتقين الله أن يتقين الله أن يتقين الله في أنفسهن وفي المجتمع أن يتحجبنا أن يتسترنا أن يختشمنا أن يبتعدنا عن مخالطة الرجال فإنهن مسؤولات أمام الله عز وجل يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات وعوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس شاهدوا منه ما يتعلق بالنساء كاسيات عارية يعني يلبسن ملابس لا تستر اكتسين بكسوة لا تسترهن كما هو الواقع من كهير من نساء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله فعليهن أن يتقين الله ويخاسبن أمهسهن قبل العرض على الله سبحانه وتعالى ويتبن إلى الله ولا يغرهن واقع النساء اليوم أو واقع المتساهلات اليوم أو ما يشاهدنه في الشاشات من العري والتبرج والتفسخ المرأة مسؤولة عن نفسها ومسؤولة عن أخواتها إذا رأت منكرا أن تنكره وتغيره حسب استطاعتها نعم أحسن الله ليكم وشيخ صالح نتقل إلى سائل آخر يسأل عن ما هو التوسل الصحيح الذي ليس فيه قدح الشريعة ولا في الإيمان المسلم الصحيح توسل أصله التقرب إلى الله بطاعته توسل هو التقرب والوسيلة هي القربة والطاعة وكذلك التوسل الجائز بأسماء الله والصفات ولله الأسماء والحسن فادعوه بها فمعنى التوسل بأسماء الله هو دعاؤه بها أن يتقول يا رحمن ارحمني يا غفور أغفر لي يا رزاق أرزقني يا كريم أكرمني وغير ذلك من الأدعية وتدعو الله بكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وتتوسل إليه به وكذلك التوسل إلى الله بالعمل الصالح عبنا إننا آمنا فأغفل لنا بنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم واحد توسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه وواحد توسل إلى الله بأمانته وإعطائه الأجير أجرته واحد توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزناء بعدما تمكن منه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون نعم أحسن الله عليكم شيخ صالح هذا يقول الوالد توفي منذ أكثر من ستة أشهر ولكن لم نسل حتى الآن في تقسيم التركة وتأخرت حتى الآن فما للحكم في ذلك وما هو توجيهكم لنا تتمها للسؤال الذي قبل لو كذلك من أن توسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين لأن تذهب إلى عبد صالح وتقول يا هلان ادعوا الله أن يرزقني أن يشفيني لأن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا يتوسلون بدعائه أن يسقيهم الله فيدعو الله عز وجل لهم فيسقيهم ولما مات توسلوا بدعاء عمه العباس فدعا لهم فأغاثهم الله عز وجل وأما التركة إذا مات الميت وقسمتها هذا راجع إلى الورثة وإذا أشكل عليهم سيء أو أن بعضهم امتنع إنهم يرجعون إلى المحكمة السرعية لتنظر في شأنه أحسن الله إليكم هذا أحد الأخوة يقول أنا كنت عاقل لأبي ونادم على ذلك بعد وفاته ماذا أفعل ليكفر عن ذنبي عليك بالتوبة والاستغفار وأن تحسن إلى والد بالدعاء له والصدقة عنه وزيارة قبره والدعاء له والحج عنه والعمر عنه أكثر من هذه الأمور لعل الله أن يخفف عنك وكذلك إذا كان عليه ديون بادر بأدائها عنه كذلك إذا كان له وصية شرعية تنفذها على ما أوصى هذا من البر به أحسن الله إليكم هذه أحد الأخوات تقول دائما ما يأتيني وساوس وشكوك في بعض الأمور تعبدية وكذلك بالقرآن وجميع الرسل وهناك دائما ألما في جبهة راسي وكثيرا ما أستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأنا دائما حزين بسبب هذا الوسواس مع أني محافظة على الصلاة في أوقاتها وحافظة للقرآن كله وأحسب نفسي على خير إن شاء الله أفيدونا الوسواس إذا لم تتكلم به لا يضرها ولو خطر في بالها شيء أو في نفسها شيء ولم تتكلم بها فإنها لا تضرها بإذن الله وعليها الاستعاذة من الشيطان بأن إذا حست بشيء من الوسواس أو الهواجس فإنها تستعيد من الشيطان وترفض هذه الوساوس ولا تهتم بها أبدا ولا تضرها بإذن الله أحسن الله إليكم أم عبد الله من الرياض تقول ما حكم إفشاء أسرار الزوج خارج بيته وكذلك الحديث الذي يسطر من الزوج عن الزوجة أو الزوج عن الزوجة بعد طلاقهما لا يجوز هذا هذا من الخيانة لا يجوز لأحد الزوجين أن يفسي ما بينه وبين الآخر من الأسرار لأن هذا من الأمور التي يجب كتمها وعدم إخراجها نعم وقد جاء الوعيد على من فعل ذلك نعم أحسن الله إليكم حامد من الطائف يقول هل عدم الرقية والاكتفاء بالتوكل خير استناد بحديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب حديث السبعين ألف ما منع الرقية أن يرقي الإنسان نفسه شيء مشروع إنما منع الاسترقاء وطلب الرقية من الناس لأن هذا في حاجة إلى الناس الإنسان يستغني عن الناس يكره أن الإنسان يطلب من يرقيه هو جائز لكن مع الكراهة إلا إذا احتاج إلى ذلك فالحاجة تزيل الكراهة نعم أحسن الله إليكم مها من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أريد منكم نصيحة لأني أنا إنسان متشائم في حياتي جزاكم الله خيرا عليها التوكل على الله جل وعلا وإحسان الظن بالله هو تأميل الخير من الله عز وجل ويذهب عنها التشاؤم التشاؤم لا يجوز هو من التطير عليها أن تتركه وأن ترفضه وأن تتفائل بالخير تحسن الظن بالله عز وجل نعم وهذا شاب آخر يقول أنا محافظ على الصلاة ومحافظ على أذكار الصباح والمساء ومتجنب لكل ما نهى الله عنه ولكني أجد في نفسي ضيقا شديدا وحبا للعزلة فبماذا تنصحونني؟ نصحك بمخالطة أهل الخير مجالسة أهل الذكر والجلوس مع من لا يلحقك إثم بمجالستهم والتآنس معهم ويزول عنك هذا بإذن الله لا تنعزل لأنك إذا انعزلت سلط عليك الشيطان وزادت عليك الوساوس اختلط مع الناس الطيبين خالطهم تحدث معهم استأنش بهم نعم أحسن الله عليكم شيخ صالح هذا يقول متى تكتب الوصية وهل هي واجبة أم لا وأبرز ما يتعلق بها من أحكام وتوجيهات وصية على قسمين وصية بالحقوق وهذه واجبة كان الإنسان عليه حقوق للناس أو عنده حقوق لهم فإنه يوصي بذلك ويبادر لأجل أن لا تضيع حقوق الناس أو ديون الناس أو حقوقه على الناس يبادر بتسجيلها من أجل أن لا تضيع أما النوع الثاني والوصية المستحبة إذا كان الإنسان عنده مال كثير يستحب له أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه البر الثلث فأقل في وجوه البر ويكون الوصية لغير وارث تكون لغير وارث من الأقارب والمحتاجين أحسن الله ليكم فضيلة الشيخ صالح ونسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسن أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء جز الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته نلقاكم على خير بإذن الله في لقاء مقبل وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته